أربعة وعشرون طعنان تسلمتها محكمة الانتخابات الفلسطينية تتعلق بعدم تقديم الاستقالة للمرشحين وعدم الإقامة الدائمة في الأراضي الفلسطينية رئيسة المحكمة قالت إن ثمانية طعون في الضفة وستة عشر في قطاع غزة ستبحث فيها المحكمة في غضون ستة أيام ليكون قرارها ملزما ونهائيا في حالتنا أنا أعتقد أنه هي أكثر مناكفة سياسية مناكفات سياسية محاولة تسجيل الحضور نحن موجودون ويمكننا أن نثير البلبلة لدى القوائم الأخرى أنا أعتقد أنها أدت شكل عكسي أنها بدت دعاية مبكرة وأعضت قوة ودفع على الناس المطعون فيهم أكثر مما حققت أهدافها للطاعنين لجنة الانتخابات الفلسطينية كانت ردت في السابق كافة الطعون التي قدمت لها مبررة ذلك أنها لا تنسجم مع قانون الطعون لكنها أكدت في الوقت ذاته أن مراحل العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي المحكمة يجب أن ترد في موعد أقصى سبع أيام بعد ذلك نبدأ التخضير لمرحلة الدعاية الانتخابية الدعاية الانتخابية تبدأ يوم 30.04 تستمر لمدة 21 يوم وبحيث تنتهي 24 ساعة قبل يوم الاقتراء لأنه يكون هناك صمت انتخابي اليوم الذي يسبق يوم الانتخابات وأيضا من جهة أخرى اللجنة حسب إجراءاتنا يسمح لأي قائمة بالانسحاب حتى تاريخ 29.04 وأمام القوائم المرشحة حسب لجنة الانتخابات الفلسطينية مدة أسبوعين للانسحاب فقط قبل أن تبدأ الدعاية الانتخابية وفي العشرين من مايو يبدأ الاختراع المسبق لقوى الأمن وبعدها بيومين في الثاني والعشرين من مايو يبدأ الاقتراع العام فيما تظهر النتائج الأولية يوم الثالث والعشرين من مايو والنهائية خلال أسبوعين من يوم الاقتراع وبينما تسير مراحل إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية بصورة طبيعية يتشوق الشارع الفلسطيني لانتخاب من يمثله لكن التخوف الأكبر هو نسبة المشاركة مشاركة الفلسطينيين في أول انتخابات منذ 16 عاما ضياح شياء الغد رام الله